مرحبا بكم مشاهدين الكرام في فصل جديد وموضوع جديد في الآونة الأخيرة بارز تيار محدود من وسط المثقفين العرب يمكن أن نطلق عليه تيار التشكيك في المسلمات الفكرية والتاريخية والدينية للعرب والمسلمين أقول برز وليس نشأ لأن هذا التيار موجود طوال الوقت في تاريخنا وفي عصرنا الحديث على وجه التحديد لكنه برز في الآونة الأخيرة بصورة لافتة في السنوات العشرين الخمسة عشر الماضية وذلك بفضل عوامل عديدة يعني بعضها تقني لوجستي مثل انتشار الفضائيات وثورة الاتصال والتواصل الاجتماعي وبعضها الآخر سياسي وثقافي من أبرزها من أبرز هذه العوامل السياسية وثقافية فشلوا المشروعين العربي والإسلامي في تحقيق وعودهما كان عندنا مشروع قومي عربي ومشروع إسلامي أو إسلاموي كان لهذين المشروعين وعود كبيرة عندما أخفق المشروعين في تحقيق هذه الوعود انتكست الآمال وبرزت ردات فعل من بينها تيار للتشكيك في المسلمات التي على أساسها قام هذين المشروعين طوال الخمسين سنة الماضية تحديدا كان عندنا هذين المشروعين ولا مشكلة من وجهة نظري في ظهور تيار يشكك في المسلمات أين كانت ما فيش مشكلة بشرطين شرطين اثنين هما أن تكون دوافع هذا النشاط علمية خالصة نشاط التشكيك يعني أو الشك أن تكون دوافعة علمية خالصة بريئة من التحيزات العرقية العنصرية والتحيزات الإيدولوجية سلبية أو إيجابية كانت هذا الشرط الأول وأن يتمتع منظروه بالكفاءة العلمية اللازمة هذا الشرط الثاني أن يتمتع منظروه هذا التيار بالكفاءة العلمية اللازمة نقصد بالكفاءة العلمية أمران أو نقصد أمرين استيعاب المنهج العلمي في البحث وتطبيق هذا المنهج على الموضوعات المثيرة للجدل وعلى ضوء هذين الشرطين نميز بين طائفتين من المثقفين الذين تعرضوا بالنقد والتشكيك لبعض مسلماتنا الفكرية والتاريخية بسبب هذين الشرطين أو على ضوءهما نحن نميز بين نوعين من المثقفين المراجعين إذا صحة التسمية إذا سمينا هذا التيار بتيار المراجعين وهذا مصطلح ألطف من تيار التشكيك عندنا سيكون طائفتين طائفة الباحثين المحترفين أمثال طه حسين وهو من أوائلهم يعني طه حسين في كتاب الشعر الجاهلي لويس عوض في كتاب مقدمة في فقه اللغة العربية كمال الصليبي من المتأخرين في كتابه التوراه جاءت من جزيرة العرب حتى لو لم نتفك معهم في مضامين هذه الجهود البحثية هذه الكتب إلا أن الجهود نفسها أو نفسها من الناحية المنهجية جهود محترمة يعني تتصف بالطابع العلمي فيها يعني توفرت فيها سمات البحث العلمي المنهجية العلمية وغيرهم من هذه الطائفة من الباحثين المحترفين لكن هناك في المقابل طائفة أخرى من المراجعين أو المشككين الباحثين العرب يعني الذين تشعر أنهم ضيوف على البحث العلمي وليسوا من أهله تشعر أن دوافعهم في البحث ليست علمية خالصة بل إيدولوجية وتحديداً إلحادية يعني تشعر أنهم خلص اختاروا الموقف الإلحادي ثم أخذوا يعني يعززون هذا الموقف الإلحادي بنشاط معرفي هم يسمونه نشاطاً علمياً لكن قد يكون لنا عليه مآخذ وملاحظات من الناحية الموضوعية من الناحية البحثية وليس من الناحية الموضوعية ما عندنا مش مشكلة يكون الحاد إيمان يعني ليست قضيتنا الآن القضية هل هو باحث منهجي وهو ملحد أم باحث غير منهجي هذا هو المهم طبعاً هناك من جعل غايته الأسماء هي التشكيك في المصادر الدينية والرغبة في تفكيك الروابط القومية بين الشعوب الناطقة بالعربية يفعل ذلك دون أن يوفر على الأقل الشروط المنهجية للبحث العلمي فيما يقول سنتناول في هذه الحلقة واحدة من المشكلات التي أثارها خطاب التشكيك الجديد هي مشكلة عروبة العرب عروبة العرب وعروبة اليمنيين على وجه التحديد يعني هذا بحسب طلب بعض الأخوة المتابعين الذين أشاروا إلي أحياناً بمقاطع فيها فيديوهات منها فيديو أخير للدكتور العراقي الباحث العراقي ماجد أو خزعل الماجدي سنستمع إليه أولاً ثم نعقب بما يثر الموضوع فكونوا معنا العرب واليمن وأنا أفرق كثيراً بين اليمن اليمنين والعرب صراحة يعني أذروني اليمنيون ليسوا عرب العرب موجودين فقط في قلب الجزيرة العربية والعرب الشماليين العراقيين بالمناسبة جزء من تواترات الأراميين وانتقالاتهم العرب هم حصراً البدو الموجودين في قلب جزيرة العرب فقط أما اليمنين ذوالاً سبائيين وقتبانيين وحمياريين لديهم أسماء مبكرة لنسميهم عرب هاي من اللي سواها؟ سواها بعد الفتوحات إسلامية قاموا ويجيبوها وخلوها موضوعها آخر لأن من روح للاحة كتابة كتابة سبائية مسند كتابة المسند لليه قطوط زيان لغة ما تنفهم ما حد يفهمها لغتهم الدكتور خزعل الماجدي يقول إن اليمنيين ليسوا عرباً وإن كلمة عرب تطلق فقط على سكان الصحارة غير المتمدنين في وسط الصحراء في وسط شبه الجزيرة العربية يعني بعبارة أخرى العرب هم البدو الرحل أو المتنقلين أو سكان الصحراء أما اليمنيون كما يقول فلهم أسماء معروفة محددة سبائيين حميريين كتبانيين معينيين إلى آخر ذلك ويقول إن كلمة عرب بعد الفتوحات الإسلامية أصبحت تطلق على غير العرب من الأقوام وكان دليله الأبرز على أن اليمنيين ليسوا عرباً هو أن لهم لغة غير لغة العرب وخطاً غير الخط العربي هو الخط المسند هذا مجمل ما قاله الدكتور خزعل في هذا المقطع وطبعاً الدكتور خزعل يكرر هنا ما قاله الكثير من المستشركين والمؤرخين العرب أو كلهم تقريباً من أمثال صاحب المفصل في تاريخ العرب الدكتور جواد علي وهو كلام في مجمله مقبول لكن عليه مآخذ سنعرفها فيما بعد يعني الدكتور خزعل في هذا المقطع لم يكن كلاماً خاطئاً جملة لا هو كلام قال كلام في الجملة مقبول لكن عليه مآخذ سنعرفها فيما بعد وطبعاً الدكتور خزعل آرى في قضايا أخرى مختلفة تندرج تحت عنوان عريض هو التشكيك في المسلمات التاريخية من وجهة نظر علمية التشكيك شبه العلمي في المسلمات التاريخية هذا هو النشاط العام للدكتور خزعل كما يلاحظه المتابع لنشاطه في اليوتيوب يعني قبل أن أبدأ النقاش أود التنويه إلى مسألتين أو على مسألتين الأولى هي أن هذه القضايا ليست من قضايا الآخرة يعني هي قضايا لا قيمة لأي عنوان من عنوين الدنيا في الآخرة يعني هذه عنوين دنيوية يعني في النهاية أمام الله لا اعتبار لهذه المعايين التي نختلف عليها اليوم تكون عربي ما تكونش عربي هذه قضايا عند الله لا قيمة لها لكن هذه المسألة من مسائل الاجتماع السياسي الخطيرة كما سنرى بعد قليل خطيرة بما يترتب عليها من نتائج في الواقع السياسي للشعوب تمتد من الخليج العربي شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا يعني هناك كتلة سياسية وثقافية ضخمة تسمى الوطن العربي تشكل أكثر من 20 دولة هذه الكتلة السياسية الدولية الكبيرة لها أعداء خائفون منها أو طامعون فيها ومن مصلحتهم تفتيت هذه الكتلة والتفتيت طبعا يبدأ بمقدمات ذات طابع معرفي تاريخي علمي هذه المسألة الأولى المسألة الثانية التي أود التنويه إليها أو عليها هي أني لن أتحدث من وجهة نظري خائفة يعني في هذا الموضوع من وجهة نظري الخاصة يعني بشكل أساسي لأن الجمهور لا يعنيه وجهة نظر فلان أو علان وإنما سأتحدث عن ما تتيحه المعطيات العلمية والمنهجية من خيارات وآراء في هذا الموضوع لكي نبين بالتطبيق العلمي كيف عفوا بالتطبيق العملي نبين كيف أن بعض الباحثين أو المثقفين يتناولون كضايا حساسة في حياة الشعوب يتناولونها بخفة لا تناسب منطقة العلم أولا ولا تناسب خطورة الموضوع من الناحية السياسية والاجتماعية الثانية مع الاعتراف بأني لست من أصحاب التخصص في هذا الميدان ميدان التاريخ لكن الموضوع بطبيعة الحال لا يحتاج إلى تخصص بقدر ما يحتاج إلى خبرة بالمنهج العلمي في تناول هذا النوع من الموضوعات ولعل من المناسب أن نبدأ نبدأ الحديث بطبيعة البحث في هذه الموضوعات كيف تتم وما هي المصادر التي يتم البناء عليها عندما كنت طالبا في السنة الأولى من الجامعة تقريبا في العام 1995 عرفت أن المقرر الجامعي على نوعين نوع يسمى مواد التخصص وهي المواد التي تدخل في صلب تخصص الطالب الجامعي ونوع آخر يسمى المتطلب وهو عبارة عن مواد من خارج التخصص ليست بنفس أهمية المواد التخصصية تكررت على طلاب الأكسام كلها في الكلية كلة الأداب أنا ذاك تكررت هذا المتطلب تكرر على مختلف الأكسام ليكون بمثابة ثقافة مشتركة بين الطلاب طلاب الأكسام في تلك السنوات كان من المقرر علينا مادة اسمها المصادر التاريخية إذا لم تخن الذاكرة هي عموما تتكلم عن المصادر التاريخية مصادر التاريخ من أين نستك التاريخ كانت هذه المادة تتحدث عن أنواع المصادر التاريخية وكيف نستقي معلوماتنا التاريخية منها أيامها لم نكن ندرك يعني نحن الطلاب لم نكن ندرك أهمية هذه المادة العلمية وما عرفنا كيمتها إلا في وقت لاحق عندما انخرطنا في البحث العلمي الجاد وتعرضنا لمشكلات البحث التاريخي وعرفنا إلى أي مدى ثقافة المصادر هذه مهمة والحقيقة أن هذه المادة ينبغي أن تقرر على طلاب الدراسات الإسلامية تحديدا في أقسام كلية الآداب لماذا؟ لأن الجيدين من خريجي هذا القسم قسم الدراسات الإسلامية الجيدون لا يعرفون سوى منهج المحدثين في نتن المصادر والروايات منهج المحدثين رواة الحديث هذا الجيد الجيدين يعني أما غير الجيدين فلا يعرفون شيئا ويتعاملون شعوريا مع روايات السيرة والتاريخ الإسلامي يتعاملون معها وكأنها حكائك ثابتة لأن ما عندهم اشتكافة أصولية في أصول التاريخ ومصادر التاريخ ولضعف ثقافتهم التاريخية يتكبلون خرافات في التفسير مثلا لا يكبلها عقل علمي اليوم تجد أحدهم يعتقد مثلا أن الإسكندر المكدوني هذا هو نفسه ذلكرني المذكور في القرآن ويتصورون يعني يعني يتكبلون خرافات كثيرة عن الأنبياء وقصص الأمم الماضية العقل العلمي لا يكبلها بسهولة يعني أردت القول أن معرفة هذه المصادر التاريخية وقيمتها العلمية وقيمتها العلمية يسهل على المهتمين إدراك المشكلة في كلام خزعل الماجدي وغيره من رموز تيار التشكيك العربي الحديث هو في الأساس تيار تشكيك في الدين أكثر منه تيار تشكيك في التاريخ لكن يعبرون عن عن طريق جسور التاريخ إلى مرادهم وأنا هنا لا أشكك في كل ما يقوله طبعا هؤلاء أبدا يعني الدكتور خزعل في المقطع السابق قال كلاما صحيحا إلى حد ما لكنه كلام ناقص من زاوية ما يعني فيه قدر من التدليس والإيهام كما سنبين أقول معرفة القيمة العلمية المطلوب معرفة القيمة العلمية لبناء تاريخ يعني بناء التاريخ من خلال هذه المصادر ومعرفة القيمة العلمية للتاريخ من خلال المصادر ليس أمرا سهلا كما يعرف المختصون بل هو أمر محفوف بالمخاطر والصعوبات والشكوك والأمانة العلمية تكتضي أن ننوه هذا كلام للدكتور خزع الماجدي الأمانة العلمية تكتضي أن ننوه إلى الاحتمالات الأخرى المختلفة الممكنة لمعطيات التاريخ المصادر التقليدية أو غير التقليدية للتاريخ قد تعطيك بيانات معطيات هذه المعطيات يمكن تفسيرها بأكثر من تفسير يمكن أعطاها أكثر من تفسير أو يمكن توظيفها في أكثر من سردية تاريخية الأمانة العلمية تكتضي أن ننظر إلى سرديتنا الخاصة بوصفها مجرد احتمال احتمال راجح ما بشمانا لكن بجوار احتمالات أخرى قد تكون صحيحة هذا ما لا يفعله طيار المشككين في مسلمات التاريخ ومسلمات الدين طيار المشككين أو رموز هذا الطيار ومقلده يتعاملون مع أفكارهم ومع نتائج البحث العلمي عندهم يتعاملون معها لا كاحتمالات وإنما كحقائق ثابتا ناجزة وعلى الآخر المنكر أن يسلم بها وإلا فإنه كيت وكيت هذا هو المأخذ الأول على مدرسة التشكيك أو تيار المشككين العرب الجدد بعد عقود من كتابة محمود درويش لقصيدة سجل أنا عربي خرج العديد من العرب ليقولوا سجل نحن لسنا عربا نحن أمازيغ أو نحن آشوريون أو نحن سبائيون أو نحن أكباط إلى آخر وما زال هذا الصوت يرتفع أكثر وأكثر منذ اجتياح صدام للكويت وما تلاه من سلسلة حزائم وانتكاسات للمشروع القوم العربي وبالتوازي مع هذه الأصوات ذات الطابع السياسي برزت أصوات ذات طابع معرفي تعزز هذا النهج وتقول أجل اليمنيون ليسوا عربا المصريون ليسوا عربا الشاميون ليسوا عربا الأمازيغ ليسوا عربا ماذا تقصدون بأنهم ليسوا عربا قالوا نعني أنهم ليسوا من عرقية عربية قديمة أصولهم القديمة ليست عربية الأصول العرقية طيب إلى هذا الحد لا مشكلة في الكلام يعني بالفعل العرب اليوم لا ينتمون إلى عرقية واحدة ما نسميه بالأمة العربية الممتدة من المحيط إلى الخليج هذه الأمة تتكون من قوميات عرقية عديدة ولم يكن أحد من القوميين العرب أن جميع الناطقين بالعربية ينتمون لعرقية واحدة أبدا لأن العروبة عند القوميين العرب هي عروبة اللسان والثقافة والتاريخ المشترك وليست عروبة العرق القومي لما يقول نحن عرب أو فلان عربي لا يقصد أن فلان هذا من عرقية عربية لا وإنما يقصد أن لسانه عربي لغة عربية وثقافته لغة الثقافة تحديدا وتاريخه ربما يكون تاريخنا مشترك تاريخ عربي واحد فالهوية هنا متعلقة باللسان باللغة لغة الثقافة وليس أي لغة لأن الإنسان قد يجيد أكثر من لغة المقصود هنا لغة ثقافة وكذلك الحال عند الأمم الأخرى التركي مثلا هنا من هو؟ هو من يتحدث التركية بوصفها لغة ثقافة وليس من ينتمي إلى العرقية التركية القديمة لأن الأمة التركية اليوم تتكون من خليط من القوميات والأعراق يعني بعضهم كرد بعضهم أربن بعضهم مغول بعضهم يونان وبعضهم من أصول عربية حتى وغير ذلك من العرقيات هذه هي الأمة التركية وكل واحد يسمي نفس التركي فلماذا يعتبر البعض العروبة نقيضا للقوميات العرقية؟ لماذا؟ ما المشكلة في أن أكون حمياريا سبائيا بالعرق وعربيا باللسان والثقافة؟ أمازيغيا بالعرق عربيا باللسان والثقافة إسرائيليا حتى إسرائيليا بالعرق عربيا باللسان والثقافة ما المانع؟ ما هو اليهود يثرب في زمن النبي كانوا عربا عربا باللسان والثقافة وإن كانوا إسرائيليين بالعرق يعني الحقيقة أنه لا توجد مشكلة البتة لأن هذا هو الواقع إلا إذا كان الهدف من هذه الدعاوة هو التخلص من اللسان العربي والثقافة العربية وبناء هويات جديدة على أنقاضها إذا كان هذا هو الغرض فمن حقنا أن نسأل عن الدوافع هل هي دوافع سياسية؟ من يستفيد من هذه الدوافع السياسية؟ إسرائيل وغيرها أم من؟ أم إيران؟ من المستفيد من تفكيك وتفتيت الكتلة العربية؟ هل هي الشعوب العربية؟ قطعا لا طيب هل هي دوافع إيدولوجية؟ دينية مثلا؟ من يغذيها؟ نسأل عن الجدوى هل هناك جدوى حقيقية تعود على الشعوب العربية أو على الشعوب التي نسميها عربية إذا تفتتت وصرت قوميات؟ غير عربية؟ هل هناك جدوى حقيقية؟ لو نجحت هذه الدعوة في تحقيق هدفها؟ هذا هو كلام العقلاء نحن لا نريد أن نتهم أصحاب هذه الدعوة بالخيانة والعمالة وما شابه ذلك من التهم لأن ذلك لن يجدي شيئاً ليس هناك جدوى في أن التهم فولان بأنه كذا أو كذا تحديداً نحن نتحدث عن الدعوة ممكن نشكك في الدعوة نفسها لكن ليس في الأشخاص المجدي فعلاً هو أن ندير حواراً معرفياً مركزاً يبصرنا بعيوب تفكيرنا ويضع كل فكرة في مقامها الذي تستحقه فإن كانت فكرة نبيلة فهي تستحق البقاء أي أن كانت وإن كانت فكرة غير نبيلة فإن الحوار المعرفي كفيل بإهانتها وكشف عورتها وإسقاطها لكن هل معنى ذلك أننا سلمنا للدكتور خزعل وغيره ممن قالوا بأن اليمنين ليسوا عرباً؟ هل سلمنا بهذا المنطق؟ الجواب بالطبع لا لم نسلم بذلك ولم نقول أيضاً أن كلامه وكله خطأ وإنما نقول أن العبارة على إطلاقها دون تكييد أو تفصيل هي الخطأ الخطأ في الإطلاق ولكي نفهم طبيعة الإشكال دعونا نرجع إلى أصل الحكاية أصل الحكاية أراد المؤرخون أو بالأصح أراد المستشركون معرفة تاريخ كلمة عرب على من كانت تطلق قبل الإسلام أرادوا معرفة ذلك فعادوا إلى المصادر التاريخية القديمة وهذه المصادر المصادر التاريخية القديمة هي على نوعين نوع مكتوب على الورق ورق البردي أو على الأكمشة أو إلى آخره مثل كتاب التوراة التي ذكرناها في الحلقة السابقة كتب التوراة يعني أسفار كثيرة ومثل كتاب تاريخ العرب تاريخ هيريدوت عفوا الذي ذكرناه في حلقة ذلكرنين وتاريخ إسخيليوس أيضا اليوناني هذا نوع من المصادر مكتوب في الورق أو في وسائط يمكن الكتابة عليها بالمداد ونوع آخر مكتوب على الصخور والألواح الطينية هذه هي النقوش نقوش الحضارات التي عرفت بالحضارات الأولى والحضارات التي عرفت الكتابة مثل السمرية البابلية الحضارة الآشورية الحضارة السبائية هذه الحضارات كتبت إما على الحجارة أو على الطين الطين الناشف يعني في هذه المصادر بحث المستشركون فوجدوا أن أقدم نص أقدم نص ذكر فيه العرب ذكرت فيه كلمة عرب أو عربية أو عربية هو عبارة عن نقش آشوري من زمن الملك شالما نصر آشور هي نفسها سوريا حتى كلمة سوريا اشتقت من آشور آسور آسوريا سوريا من زمن الملك شالما نصر وشالما نصر هي سلمان نصر أو سلمان ناصر في الحقيقة هو يبدو أنه لفظ عربي يعني اسم عربي من الواضح هذا النقش لهذا الملك السوري يعود لحوالي العام ثمانمائة وخمسين قبل الميلاد قبل الميلاد كلمة عرب وردت في هذا النص للإشارة إلى قبيلة بدوية أو تجمع بدوي موجود في بادية الشام يعني كان الآشوريون يعتبرون أنفسهم مجتمعا حضريا متمدنا وسكان بادية الشام يسموهم عرب يعني هذا المجتمع المتبدي أو البدوي كان أشبه بمشيخة أو إمارة بدوية على رأسها الشيخ يسمى ملك كان اسمه جندب تكريبا أو جندبية أو إلى آخر البشكلة في النقوش الأشورية أنها لم تكن تحرك أواخر الكلمات فلا تستطيع أن تنطقها اليوم بشكل واضح دقيق يعني كما كانت تنطق إنما بالتكريب إذن وردت في هذا النقش كلمة عربية أو عربة للإشارة إلى بدو وكذلك وردت كلمة عربية في نقوش بابلية وفي نقوش سومرية فارسية عفوا كلها تشير إلى البادية في غرب نهر الفرات نهر الفرات في غربه في منطقة صحراوية واسعة المنطقة الصحراوية المعروفة الآن بين العراق والسوريا والأردن هذه المنطقة هي غرب نهر الفرات كانت هذه النقوش البابلية والفارسية تشير إلى سكان هذه المنطقة وإلى منطقة سيناء أيضا باعتبارهم بدو أيضا رحل بدو وفي النقوش السبائية اليمنية وردت أو ورد ذكر العرب بنفس المعنى بمعنى البدو الرحل التابعون إداريا أو سياسيا للمملكة السبائية البدو الذين يعيشون على تخوم الدولة إذن الحضارات القديمة الموجودة في أطراف شبه الجزيرة العربية كلها سواء كانوا في الجنوب السبائيون أو في الشرق البابليون والفرس أو في الشمال الأشوريون والسوريون كلهم كانوا يستخدمون لفظة عرب بمعنى سكان المنطقة الصحراوية يعني على مشارف دولهم أو في وسط هذه الشبه الجزيرة العربية واستعملت كلمة عرب أيضا في كتب التوراة كما قلنا أيضا بمعنى البدو والأعراب والتوراة ذكرت مصطلح أو يعني عبارة ملوك العرب وشيوخ العرب ورؤساء العرب مما يعني أن العرب كانوا حينها التوراة طبعا مكتوبة من قبل المسيح بسنوات عديدة يعني كتبت على مراحل ثمانمائة سنة بعض الكتب ثمانمائة سنة بعض الكتب مئتين سنة إلى آخرها قبل المسيح مما يعني هذه المصادر كلها ذكرت العرب بمعنى البدو الرحل أو الأعراب يعني أن العرب كانوا حينها قبائل عديدة لكنهم جميعا كانوا في نظر كتاب الأسفار عبارة عن بدو رحل أو أعراب أو مناطق حضرية عربية هي في نظر أصحابها مناطق حضر لكن في نظر أصحاب الحضارات الأخرى عبارة عن بدو يعني في كتب اليونان تحديدا وردت كلمة العرب بمشتقاتها المختلفة بمعنى الأعراب والبدو لكن اليونان أنفسهم كانوا يشيرون إلى المجتمعات المتحضرة وكأنها بالنسبة لهم مجتمعات بدوية كان أول من ذكر كلمة عرب من المؤرخين اليونان هو إسخيليوس هذا كان موجود في حوالي العام 500 قبل الميلاد 500 قبل الميلاد والملاحظ أن بلاد العرب عند المؤرخين اليونان كما قلت كانت تشمل جزيرة العرب أو شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة سيناء والجزء الشرقي من نهر النيل في مصر وهذا هو العجيب يعني بالنسبة للمؤرخين اليونان ذكروا وسجلوا أن الجزء الشرقي من نهر النيل في مصر هذا عربي يعني شرق مصر عربي من أيام إسخيليوس وهيريدوت والمؤرخين اليونان هذا دليل على أنهم وجدوه كذلك في أيامهم وجدوه مستوطنا من قبل البدوى الرحل والعبرانيين وما شابه فهذه هي معطيات المصادر التاريخية الكلاسيكية وغير الكلاسيكية كما فحصها المستشرقون والمؤرخون المعاصرون إلى الآن يبدو كلام الدكتور خزعل الماجدي الأغبار عليه فجميع المصادر التاريخية القديمة التي ذكرت لفظ العرب والعروبة قبل الميلاد جميعها تشير إلى البدو الأعراب الذين يقطنون مساحة واسعة تمتد من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى الشرق نهر النيل مرورا ببادية الشام وشبه جزيرة السيناء هذا صحيح وصحيح أيضا أن هذه المصادر لم تكن تسمي اليمنيين عربا بل تسميهم بأسماء قبائلهم المعروفة محليا مثل السبا حمير إلى آخره فعلى ما المؤاخذة إذن نحن نأخذه وأمثاله على الصورة الناقصة التي يروجونها هم هم يقدمون جزءا من الصورة ويهملون عمدا بقية الأجزاء لأغراض مشبوهة يهمون السامع بأمور ليست حقيقية مثل هذا المقطع الذي أوهمنا فيه خزعل أن اليمنيين لا صلة بينهم وبين العرب على مستوى العرق وعلى مستوى اللغة لما قال أنه لغتهم مختلفة عن لغة هؤلاء هذا فيه إيام بأنه لا صلة بين اللغتين ولا صلة بين المذكورين على المستوى العرقي هذا الوهم يمكن نقضه بمجموعة حقائق تاريخية بسيطة أولها أن اللغة اليمنية وإن كانت متميزة عن الفصحة مختلفة عن الفصحة إلا أنه اختلاف نسبي لم تكن مختلفة تماما عن اللغة الفصحة وإلا لكان اليمنيون في نظر القبائل العربية الناطقة بالفصحة أعاجم لو أن اللغة اليمنية كانت مختلفة تماما عن اللغة الفصحة أن الكبائل العربية في وسط الجزيرة العربية تعاملوا مع اليمنين باعتبارهم أعاجم مثل الفرس وهذا ما لم يقوله أحد في التاريخ عربوا الفصحة اعتبروا الفرس واعتبروا الرومان والهنود والأحباش اعتبرهم أعاجم لكنهم لم يقولوا قط إن اليمنين أعاجم بل قالوا عكس ذلك على لسان أبي عمر بن العلاء أبو عمر بن العلاء قال في العبارة الشهيرة التي استدل بها طه حسين في كتاب الشعر الجاهلي قال ما لسان حمير بلساننا ما لسان حمير وأقاص اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا أبو عمر بن العلاء يصف لغة حمير بالعربية قال ما عربيتهم يعني هذه لغة عربية لكنه يميز بين عربية اليمن والعربية الفصحة ولا مشكلة في ذلك العربية نفسها لغات حتى على مستوى الفصحة نفسية على مستوى الكبائل الكبائل العربية في وسط الجزيرة العربية هناك لغات نحن درسنا هذه اللغات نسميها لغات بعضهم نسميها لهجات وفي الحقيقة كلها لغات تسمى لغات فالعربية الفصحة نفسها لغات وليست لغة واحدة باتفاك علماء اللغة ولم يذكر لنا التاريخ أن اليمنيين وجدوا صعوبة في التعامل مع الفصحة أو النطق بها أو فهمها بعد دخولهم الإسلام بل إن التاريخ يروي ما هو عكس ذلك يروي ما يدل على عكس ذلك حين نعرف أن أقدم الشعر عربي فصيح قد قاله شاعر يمني قبل الإسلام هو امرء القيس امرء القيس صاحب حضر موت اللي من دمون اللي قال دمون إن معشر يمانون وإننا لأهلنا محبون وأثبت أنه حضرمي يمني وأثبت باللغة نفسها أنه أيضا عربي امرأ القيس هنا هو الأيقون الجامع لكل هذه العناوين امرأ القيس هو أول شاعر عربي في التاريخ وهو شاعر فصيح ويمني وحضرمي وطبعا ما نقدرش ننكر ذلك يعني ولا منين هذه الشخصية من اللي اخترع شخصية امرأ القيس ليس الأمر بهذه السهولة يعني يتم اخترع شخصية لها شعر مميز ولها قاموس لعوي خاص ولها أحداث وقضايا خاصة هذا موضوع يعني من الجرأة والتهور أن نقول أنها شخصية مخترعة لا هذا شخصية لم يقول أحد أنها مخترعة ولم يذكر المؤرخون أن الوفود اليمنية التي كانت تأتي إلى النبي وصحابة النبي من بعد الراشدين يعني لم يذكر أحد أن هؤلاء كانوا يتخاطبون بواسطة مترجمين ما فيه ثم إن كبيلتين الأوس والخزرج وهما كبيلتان يمنيتان كانت تتحدثان الفصحى وهما من أصول يمنية الأوس والخزرج من أين؟ الأوس في نظري هم ذرية أوسان اليمنية دولة أوسان طبعا الألف والنون في اليمنية تستخدم كأداة تعريف في آخر الكلمة اللي هي نفسها أل في اللغة الفصحى فلما نركون الأوسان هي نفسها الأوس فالأوس والخزرج قبائل يمنية بالأرق بالنسب وعربية باللغة والثقافة ولا مبرر في نظري أنا لماذا تخلى الأوس والخزرج عن اللغة اليمنية إلى اللغة الفصحى لو لم تكن لغة قريبة من اليمنية ما فيش مبرر يخليهم يتخلوا تماما عن لغتهم لصالح الفصحى إلا إذا كانت الفروق كما قلت محدودة والبدو نفسهم البدو الروحة لنسميهم بدو هم أنفسهم كانوا يسمون أنفسهم تسميات خاصة القبائل له أسماء مثل ما إحنا في اليمن نسمي أنفسنا سبأ وحميار وكتبان ومعين وما شابه البدوي نفسه كان له تسميات لكن لأن البدوي لم يؤرخ لنفسه بنفسه أرخ له الآخرون صار من منظور الآخرين كله بدو كله عند العرب صابون وهناك الكثير من الملاحظات التي يمكن أن تقال في هذا الباب لتأكيد لتأكيد أن اللغات اليمنية القديمة لا تختلف جوهريا عن الفصحى وأن الاختلاف بينهما كان جزئيا ومن ثم قد تكون هناك صلاة ما بين العرب في شبه الجزيرة العربية وبين اليمنيين المتحضرين في المجتمعات في دول سبأ وحميار ومعين وما شابه ذلك نحن بنسميها حضارات لأنه كانت مستقرة ولديها مدن ولديها أنشطة وفنون وما شابه ذلك فلا يوجد ما يمنع أن يكون بينهم مشائج عرقية والدلاء القائمة على أنه كان لديهم صلاة لغوية إذن حين يقال أن اليمنين ليسوا عربا فينبغي أن نحدد معنى الكلمة إذا كان المقصود أنهم ليسوا قبائل بدوية فهذا صحيح في مجملة أقول في مجملة لماذا؟ لأن الدولة السبائية مثلا كانت تضم تحت سلطانها بعض الأعراب كما تقول النقوش السبائية وغيرها مما يعني أن هؤلاء الأعراب كانوا يمنيين أو سبائيين بالمعنى السياسي على الأقل ولا ندري نحن ولا الدكتور خزعال يدري هل كان بين هؤلاء الأعراب والقبائل اليمنية الصلاة العرقية أم لا لكن طبيعة الأمور ترجح ذلك طبيعة الأمور ترجح ذلك أما إذا كان المقصود بالعبارة أن لغة اليمنيين مختلفة تماما عن اللغة الفصحى فهذا تهور كبير كما بينا من قبل الحقيقة التي لا يستطيع تيار التشكيك والتفتيت تفاديها هي أن المجتمعات التي سكنت شبه الجزيرة العربية سواء أكانت بدوية أو حضرية هذه المجتمعات بينها مشتركات كثيرة جدا ثقافية ولغوية وربما عرقية وهو الأرجح فما المانع في أن نطلق على هذه المجتمعات ذات التسميات المختلفة نطلق عليها اسما جامعا هو العرب ما المانع؟ إذا قالوا أن هذا من باب إطلاق الجزء على الكل وهذا غير مناسب قلنا لهم فلماذا كابلتم وكابل المجتمع العلمي إطلاق لفظ الساميين على هذه المجتمعات مع أنه اسم مستمد من التوراة ورواية التوراة عن الأنساب غير موثوقة عند العلماء وسامه واحد من أبناء نوح وهناك ربما أبناء آخر سكنوا المنطقة هذا من باب إطلاق الجزء على الكل أيضا ومشكوكم فيه يعني رواية اسطورية أصلا يعني رواية فيها كثير من العيوب يعني العلمية لأنه نسب نوح إلى آدم فيه فجوة كبيرة فيه فجوة كبيرة لغير ممكنة من الناحية العلمية يعني 48 جيل فقط بين نوح تقريبا بين نوح وآدم وهذا غير ممكن من الناحية العلمية حسب نظرية التطور وحسب غيرها من النظريات هناك اليوم من يفضل تسمية هذه الشعوب السامية بالشعوب الجزيرية واللغات الجزيرية نسبة إلى شبه جزيرة العرب وهذا يمكن أنسب لكن يظل السؤال قائم يظل السؤال قائما لماذا يحرص البعض باسم العلم على ما يفتت ولا يجمع هناك العديد من النقاط التي قد نتفك فيها مع خط التشكيك هذا كالقول بأن سردية قحطان وعدنان وسردية يعرب وغيرها من السرديات الشعبية التاريخية ليس لها موثوقية علمية هذا كلام احنا نتفك فيه معاهم قد نتفك فيه عندما نرجع إلى الحقائق هذه مجرد أساطير قحطان وعدنان يعني أنا شخصيا أراها أسطورة لأنه اللفظة نفسها فيها دلالة متحيزة قحطان نسبة إلى القحط والجوع والفكر وعدنان نسبة إلى جنة عدن أو إلى الخير من قال أنه قحطان سكنوا اليمن؟ على الأكس يعني المفروض أنه اللي سكنوا اليمن كانوا في خير واللي سكنوا في شبه الجزيرة العربية أو في وسطها هم اللي كانوا في حالة فكر وجوع إلا إذا كان المقصود اللي في العراق عند النهر وفي سوريا لدى الأنهار هذا موضوع آخر ومع ذلك من قال أنه اليمني كان عايش في قحط وفكره هذه الدلالة اللغوية في الألفاظ وهذا موضوع آخر له علاقة بما يسمى بالمنظور اللغوي ليس هذا وقته لكن علميا أو من ناحية الآثارية هذه أشبه بالأساطير هذا ما يقوله المشككون وقد نتفق معهم فيه لكن لماذا نوظف هذه الأساطير في إيهام الناس بأن كل ما جاء من طريق الدين فهو خرافة وأسطورة كل ما جاء من التوراء أو من القرآن فهو خرافة وأسطورة تشبه أسطورة عدنان وقحطان لماذا هذا الإيهام يعني إذا كان هناك احتمال مثلا بأن القرآن كتاب حق وفي إشارات تاريخية كثيرة فلماذا لا نطبق أو لماذا لا نطيق تركيب سردية تاريخية من معطيات علم الآثار والتاريخ تتوافق مع الإشارات القرآنية يعني لما يتكلم القرآن عن فرعون وردت في قصة موسى وفي قصة فرعون إشارات كثيرة ضد ذات طبيعة تاريخية وذات طبيعة جغرافية وذات طبيعة ثقافية طيب هذه الإشارات لو جمعناها ممكن نركب منها سردية فتطابق مع السردية الموجودة في التاريخ الفرعوني لماذا لا نعتبر هذه شواهد علمية لماذا لا نطابق بين هذه السردية وهذه السردية لماذا نتهرب من هذه الإشارات الواضحة القوية يعني لما نجد في القرآن فقط في القرآن وهو المصدر الوحيد الذي ذكر اسم هامان ما في في التوراء اسم هامان وهذا الاسم كان غير معروف إلى القرن التاسع عشر كان غير معروف عند أحد ثم جاءت جاء علم الآثار كما روى موريس بوكاي وحقق وتأكد من أحد علماء المصريات تقريبا الألمان أو الفرنسيين وقال هامان هذا موجود في مصدر تاريخي قال له عالم المصريات مستحيل هذا الاسم نحن اكتشفناه كريب من خلال المصريات ووجدنا أنه كان وزيرا هامان كان وزيرا لرمسيس الثاني وزير ايش؟ قال كان وزير المقالع وزير المقالع الحجارة أو وزير البناء أو وزير الإنشاءات بلغتنا المعاصرة طيب لما هذه المعلومة يعني لم تكن معروفة إلا في القرآن ثم جاء علم الآثار كشف عنها أليس هذا دليلا قويا وقطعيا من وجهة نظري على أن الرواية القرآنية رواية وحي هذه معلومة لا تأتي إلا من الوحي لماذا إذن نشعر أن بعض المؤرخين المعاصرين ودارسي الآثار يحاولون التشكيك في السردية القرآنية والسردية التوراتية لماذا؟ لماذا نشعر أن وراء الأكمة ما وراءها خزع الماجدي سيد القمني وأمثالهما في هذه الحالة هم لا يمارسون العلم لأن العلم يطرح كل الاحتمالات والفرضيات ويناكشها لماذا يستبعدون الفرضية الدينية وراء الأكمة ما وراءها كما قلت مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحالقة نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر